شارك وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي في اجتماع للجنة قادة الاتلاف الدولي للمياه والمناخ افتراضيا والمنعقد بهدف الاتفاق على خطة عمل الاتلاف ووضع منهجية للتنفيذ خلال الفترة القادمة وتحديد دور القادة في رفع الوعي بالترابط بين المياه والمناخ وأكد وزير الموارد المائية على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للاتلاف الدولي للمياه والمناخ وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية في كافة المبادرات الدولية مثل اتلاف المياه والمناخ وحجد الدعم الدولي للااتلاف خلال مؤتمر المناخ كوب 27 والذي سوف تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل